نسبة لعملية تكميم المعدة بتناسب مين؟ مين اللي حديك بترشح لهم؟ لا احنا هنعمل عملية تكميم المعدة هو زي ما حديك بتقولي مش معنى ان التحويل المصغل للمعدة هو التعتبر افضل لعملات في العالم ان احنا نقول لكل الناس اعملوا التحويل لان المميزات اللي في التحويل لو مش هتفيد المريض فنعمل له الابسط زي التكميم التكميم مناسب جدا للمرضى اللي هم مش مدمني حلويات والشوكلتس والميال الغازية والشبسيهات والكيك والبسكويتس الحاجات اللي هي سهلة البلع والهضم اللي بتعدي بسهولة مهما صغرنا حجم المعدة ولو عرضنا صورة التكميم بتبين ان التكميم هو تصغير معدى مع استقصال جزء من المعدة اللي فيه هرمون الجوة والهرمون اللي بيقل الحرق وبالتالي المريض شهيته بتقل والحرق بيزيد اضعاف لكن المريض لو كتر بالزبط حديث المعدة صحيحة شكلها ديق وامبوبة طويلة ورفيعة لو المريض ما بيأكلش حلويات كتير ومياه غازية هيستفيد جدا لانه مش هقدر يأكل عيش كتير مش هقدر يأكل رز كتير شهيته هتقل هيخس ومش هيدخن تاني ان شاء الله لكن لو المريض عنده حب للحلويات هتعدي بسهولة من المعدة الديقة والرفيعة الطويلة دي والمريض يرجع يدخن تاني صحيح؟ في اول سنة او اثنين ممكن الكلام ده ما يحصلش بس احنا بنتكلم على مدى البعيد على مدى خمس سنين على مدى عشر سنين احنا مش بنعمل عملية عشان نيجي بعد خمس سنين نقول له المريض انت معدتك وسعت شوية وانت كترت بالحلويات شوية هرجع تدخن تاني طب الحل طب هننقل لك التكميم لتحويل طب لو كده كنت اخترت المريض من الاول وده اللي فسر لبروفيسور جانيي اللي هو عمل التكميم بعد ما كان منبهر بالتكميم في اول ما العملية طلعت واجرى العملية لكل حالات السمنة رجع قال ستوب في المؤتمر اللي فات في البرازيل وفي المؤتمر اللي قابليه دي سورة المؤتمر ده بروفيسور جانييل حقيقة وكنا ده في ميتنج جانبي في المؤتمر بنقش هو ليه غير فكره في التكميم وبدأ يقول ان ما عملش التكميم للمرضى اللي هما سويت ايترز وما عملش التكميم للمرضى اللي هما عندهم حاجة اسمها بنج ايتنج اللي هو بياكل حتى لو شبعان لان كده انا صغرت له حجم المئة ده كتير وهو بياكل حتى لو شبعان في مرضى كده فتبصت لقيه ياكل ويرجع ياكل ويرجع يبقى انا ما حلت لهش مشكلته يبقى سعيدة اختار له برضو التحويل لان التحويل بيتميز ان هو حجم المعدة يسمح باكتر وفتحة التصريف اوسع ومفتوحة على طول لكن الفتحة بتاعت التكميم هي البيلورس اللي هي الفتحة الطبيعية بتاعت المعدة اللي هي بتفتح ساعتين بتقفل ساعتين وتفتح ربع ساعة يبقى المريض بياكل ومعدته المقفولة من تحت واكل وعايز ياكل اكتر يبقى زود في الكمية يبتدي يرجع فالنقط دي لازم نحددها مع المريض لما نقول مريض جاي لي اقول له هعمل لك التكميم كده على طول ابقى انا اخطأ لازم اعرف التاريخ بتاعه حق العملية مع اندي العملية نكحة لكن اختيار العملية طريقة اجراء كمان حجم المعدة لازم يبقى يونيك وستاندرد اولوفر المعدة على طول مسافتها لو جيت دقيقتها في النص المريض يرجع ويبقى مستفدش بالعملية السمنة المتوسطة لها احد الحلول المتوسطة للي مش عايزين العملية وهي بلون المعدة بلون المعدة يعتبر مرحلة بين الدايت للمرضى اللي هم عمل دايت مرة واثنين وفشل ومعندوش ارادة وبيرجع بسهولة وبين العمليات اللي هو المريض سلم ولازم اعمل عملية وإلا مش هخس دي طريقة تقرأ العملية البلون مزيتها انها زي ما حدش شايفها بمنظر الجهاز الهضمي من الفم وبالتالي مفيش عملية ومفيش جرح وهي بيزون تخدير كلي يعني مجرد منوم المريض بياخد منوم بسيط وبالتالي المريض حقق اللي هو عايزه ما عملش عملية ما خدش تخدير عمل اجراء لمدة ست شهور خسسه لانه هو وزنه سمنه متوسطة خسسه او خسسته مثلا 25-30 كيلو نزلت من خمسة وتسعين بقت خمسة وستين كيلو وضي حلو جدا ومن غير عملية ومن غير عملية وإجراء سهل وسريع والمريضة بتروح شغلها وخلاص حاجة سهلة زي ما يقولون كده دي يوز طيب